إلى مدينة فرانكفورت الألمانية إذ قدمت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين المؤسس هو الرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين قدمت عرضا رئيسيا حول مستقبل صناعة النشر الإماراتية وإنجازات الإمارات في هذا المجال وذلك أثناء مشاركتها في القمة العالمية للنشر استعرضت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين خلال مشاركتها في القمة العالمية للنشر بمدينة فرانكفورت الألمانية المحطات المهمة التي شهدتها صناعة النشر المحلية أمام نخبة من المختصين في قطاع النشر من مختلف أنحاء العالم إلى جانب نخبة من خبراء النشر من أوروبا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وقالت الشيخة بدور القاسمي لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا وملحوظا في مجال صناعة النشر المزدهرة الأمر الذي تؤكده الإنجازات اللافتة والتي حققتها هذه الصناعة خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية والتي بدأت بإصدار أول قانون للمطبوعات والنشر في ثمانينات القرن الماضي الذي شهد أيضا انطلاق أول نسخة لمعرض الشارقة الدوي الكتاب وشكلت هذه المبادرات الركائز الأساسية التي قامت عليها صناعة النشر الحديثة في الدولة ما أسهم في تطوير وتوسيع هذا القطاع الحيوي كما شكل إطلاق العديد من المشاريع الثقافية الرائدة على مستوى الإمارة في أواخر العام 2000 دفعة قوية لهذا القطاع وتطويره بمهنية عالية وأضافت الشيخ بدور القاسمي يعد سوق النشر الإمارتي واحدا من أسرع أسواق النشر نموا على مستوى العالم وتشير الإحصاءات إلى أن هذا السوق حقق نموا سنويا بنسبة 12% خلال العقد الماضي وتقدر القيمة الإجمالية له حاليا بنحو 233 مليون دولار أمريكي حيث يصنف الرابع والثلاثين عالميا من حيث عدد الكتب والعنوين التي يتم نشرها في كل عام ونحن اليوم ننشر نحو 500 عنوان جديد في العام مقارنة مع ست كتب فقط تم إصدارها في العام 1970 فيما تتجاوز صادراتنا من الكتب حوالي 40 مليون دولار أمريكي سنويا وتعد أوروبا أكبر شريك تجاري عالمي لنا في هذا القطاع وتبلغ قيمة التبادلات التجارية في قطاع النشر بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ما يزيد على 90 مليون دولار أمريكي سنويا وقدمت الشيخ بدور القاسم عرضها في القمة العالمية للنشر أمام نخبة متميزة من الخبراء والمحللين واللاعبين الرئيسيين في قطاع النشر العالمي والذين صلتوا بدورهم الضوء على التطورات الحالية والمقبلة والتوجهات المتوقعة التي سيشهدها قطاع النشر العالمي حيث تحدث كل واحد منهم في مجال اختصاصه مقدما نظرة تحليلية معمقة من خلال عرض أفضل الممارسات المتبعة ودراسات الحالة من جانب آخر عقد سعادة أحمد بن ركاض العاملي رئيس هيئة الشارقة الكتاب مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التعريفية على هامش المؤتمر مستعرضا مميزات وجوانب القوة في معرض الشارقة الدولي الكتاب كونه أحد أهم المعارض المتخصصة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والرابع عالميا اشتركوا في القناة